السلام عليكم إلى سؤالتكم شنو هي كمية الماء اللي خصك تشرب يوميا طبعا الجواب المشهور عند الناس هو جوجي طرو حتى لتلاتها يطرو أو لا الفكرة ديال تمانية ديال الكسان يوميا هادو مشي قياسات مضبوطة اليوم أبغيت نوريكم واحد المعادلة رياضية تعرف بيها على حساب الوزن ديالك شحال كمية ديال الماء اللي خصك تشرب يوميا القاعدة كتقول خصك تشرب نص ديال الوزن ديالك بالباوند والكمية ديال الماء تكون بالأوز العربية غاديكون هادا الرطل نقصو على جوج هي الكمية ديال الماء اللي خصك تشرب بالعبار ديال أوز أو لا أونسا وحنا باش يسهل علينا الحساب حيث كنستعملوا الكيلو جرام بدل الرطل حيث في ميري كان كيستعملوا الرطل والأونسا يعني واحد العبارات اللي ما كنستعملهم شحنا بزاف المهم واحد كيلو جرام كيساوي تقريبا جوج فاصل جوج باوند أو لا الرطل شي واحد إلا فيه مثلا غير كيلو جرام واحد شي حال خصو يشرب ديال الماء إذن الوزن دياله هو جوج فاصل جوج باوند هاد جوج فاصل جوج غنقسموها على جوج غا تعطينا الكيمية بالأونسا هي واحد فاصلة واحد أونسا إذن واحد فاصلة واحد أونسا شحال كتساوي بالليتر واحد ليتر كيساوي ثلاثة وثلاثين فاصلة تمانية أونسا واحد أونسا كتساوي صفر فاصلة صفر ثلاثة لتر إذن واحد فاصلة واحد أونسا بهذا العبار اللي هنا يا غا تولي كتساوي صفر فاصلة صفر ثلاثة وثلاثين لتر اللي هي تقريبا صفر فاصلة صفر ثلاثة لتر إذن غا تولي واحد كيلو جرام خصو يشرب صفر فاصلة صفر ثلاثة لتر إلا كان الشخص مثلا فيه ستين كيلو فخصو يشرب ستين فصفر فاصلة صفر ثلاثة هي تقريبا واحد فاصلة ثمانية لتر ومن هنا جاءت القاعدة ديالت قريبا جوج لتر حيث على حساب كل واحد كيلو جرام في الجسم ديالك خصو واحد القياس ديال الماء يشربه وهذه هي المعادلة الأكثر منطقية والأكثر عقلانية فهذا الموضوع ديال كمية الماء اللي خصنا نشربه بحل مثلا شي قطع أرضية كي سقوها مالية قطع كبيرة وقطع صغيرة فإلا كان هنا غير واحد هكتار مش بحل ديال جوج هكتار مش بحل ثلاثة هكتار فهذه مغتحتاج نفس الكمية اللي غتحتاجها هذه وهذه مغتحتاج نفس الكمية اللي غتحتاجها هذه فكلما كبرت المساحة ديالأرض كلما يحتاجه كمية أكبر من الماء فهكذا الجسم ديال الانسان ماشي كلنا خصنا نشربه جوج لتر ولكن على حساب الوزن ديالك كينلي الوزن دياله كبير بزاف كل كيلو من الوزن دياله خصو واحد القدر ديال الماء يوميا اللي هو تقريبا 0.03 لتر كل كيلو واحد واللي كتساوي 30 ملي لتر اذا خلاصة على حساب الوزن ديالك فكل كيلو جرام واحد من جسمك خصو 30 ملي لتر من الماء يوميا طبعا هذا في الحالات العادية يعني شخص يدوزن هارو عادي حركات او الاعمال عادية بسيطة جدا الى كان مثلا فصل الصيف فطبعا هاد الكيمياء هتزيد حيث الحرارة والتعرق اللي كان فقدو كتخلي اننا خصونا نزيده نشربه الماء اكتر من هاد الحالة العادية الى كانش شخص كيخدمش اعمال يعني متعبة جدا او لشاقة بزاف خصو يزيد ايضا على هاد الكيمية ما خصوش يكتافيه فقط بـ 30 ملي لتر لكل كيلو جرام واحد وهكذا يعني على حساب الاحتياجات ديال كل شخص والاعمال اللي كيدير في اليوم دياله فواحد كيلو جرام خصو يشرب 30 ملي لتر من الماء يوميا هادي في الحالة العادية وكما كتعرفو الماء كيكون تقريبا 60 حتى 70 في المياه من الجسم ديال الانسان وايضا 70 في المياه من هاد الارض اللي عايشين فوق منها الاهمية ديال الماء لا تحصر فهو كيساعد في تفتيت او لا تكسير الاغذية اللي كان اكلو باش كيسهال هادم ديالها كيحمي من الفشل الكلاوي ومتكون الحجر في الكلاوي ديالنا كي يميه الجلد ديالنا البشرة يعني ما كتبقاش جافة وما كيوقع لهاش مشاكل او لا امراض كيحافظ على الضغط الدموي باش ما يطلعش بالزاف كيحمي الجهاز الهضمي ديالنا وكيدير وقايا من الامساك باش ما يكونش عندنا الامساك كما انه مهم جدا للمفاصل ديالنا من الاجهزة ديال الجسم وايضا كيخلي ان الجسم يتحكم في الحرارة دياله فالماء كيكون في واحد الطبقة متوسطة في الجلد كيكون مخزن فيها من اللي كيحتاج الجسم انه يفقد الحرارة كيخلي ان داك الماء لكي من وسط ديال الطبقات ديال الجلد انه يخرج الى الطبقة العليا وبذلك كيوقع التعرق وكيفقد الانسان بعض السوائل باش يحافظ على الحرارة ديالجسم دياله وما ترتفعش بزاف فالماء تقريبا كيين في جميع الاعضاء وفي جميع الانسجة ديالجسم ديالنا لهذا خصنا نبقى ونشربهم زيان ومن سوش رسنا خصوصا في فصل الصيف انتمنى ان شاء الله تكونوا استافتوا من هاد المعلومات ونطلقوا ان شاء الله في فيديو اخر ومعلومات اخرى منا الف سلام شكرا شكرا